بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يعني ما حكمه ومعنى هزل أي سخرة سخرة بشيء من هذه الأشياء هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن ذكر الله اسم الله جل وعلا أو القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكمه سيأتي حكمه في الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب نعم وقول الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ نعم هذه الواقعة حصلت في غزوة تبوك لأن تبوك بعيدة عن المدينة وكان الوقت هارا في شدة الصيف ابتل وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده من يصبر على طاعة الله ومن لا يصبر فالمؤمن يصبر مهما أصابه ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل وإن كان في ذلك عليهما شقة وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِئُونَ وعن ابن عمر نعم كانوا في هذه الغزوة فيها المنافقون كان فيها المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعياذ بالله وإنما خرجوا في هذه الغزوة طلباً للغنيمة خرجوا طلباً للغنيمة لم يخرجوا احتساباً لوجه الله عز وجل طلباً للأجر بل خرجوا يطلبون بل خرجوا يطلبون الغنيمة وكان من حديثهم فيما بينهم أنهم قالوا أو قال قائل منهم والبقية يسمعون ما رأينا مثل قرائنا هذا هؤلاء يعنون الصحابة رضي الله عنهم ما رأينا مثل قرائنا هذا أكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء وأطمع في الدنيا يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان في مجلسهم غلام صغير فأنكر عليهم وقال لقائلهم كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الغلام إلى الرسول ليخبره بما سمع من هؤلاء المنافقين لأنه تغيض عند ذلك فذهب ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين وهذا الذي نفى الله عنه العذاب هو هذا الغلام هذا الغلام الذي أنكر عليهم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم الشنيعة التي وصفوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات هي فيهم هم وأصحاب الرسول برآء منها رضي الله عنهم وأرضاه فالحاصل أن هذا شأن من سخر من الصحابة أو سخر بالقرآن أو أعظم من ذلك سخر بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شأن المنافقين نسأل الله العافية والسلامة ولكن على المسلم أن يحفظ لسانه حتى ولو كان مازحا من الكلام المحرم يصون لسان عن الكلام المحرم ولو كان مازحا كنتم تستهزئون فهم إنما قالوها بزعمهم أنهم كما قالوا كنا نتحدش حديث الركب نقطع فيه عنا المسافة ولكن الله لم يعذرهم بذلك بل أنكر عليهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة تحذيرا للمؤمنين أن يحصل منهم شيء من ذلك نعم وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال يعني كلهم رووا هذه القصة هؤلاء الصحابة كلهم رووا هذه القصة وما دار فيها نعم أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل ومعنى دخل حديث بعضهم في بعض يعني تشابه تقوالهم بالصدق والأمانة نعم أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء وهذه الصفات هي أليق بالمنافقين خلعوها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منها براء ضرأهم الله سبحانه وتعالى من تهمة المنافقين وأثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرر قولهم وهذا نتيجة الصدق مع الله والصدق مع الرسول والصدق مع الناس الإنسان يحفظ لسانه أن يقول كلاما يؤخذ عليه ويعذب به يصون لسانه عن ذلك والمؤمن يصون لسانه ويأبى الله أن يقول المؤمن هذه المقالة وإنما يقولها منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله ولكن الله جل وعلا يفضح من هذه صفاتهم كما فضحهم في هذه الآية نعم أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه هذا الرجل المنافق الذي يحاول أن يبرئ نفسه وأصحابه من هذه المقالة التي قالوها والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولو برأها عند الناس فلن يبرئ نفسه لن يبرئ نفسه عند الله سبحانه وتعالى نعم قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه نعم هذا الرجل المنافق رأس المنافقين جاء يعتذر عند الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المقالة وأنه ما قالها ولا قالها أصحابه المنافقون الله جل وعلا فضحهم ونسب هذه المقالة إليهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فأثبت لهم هذه السخرية بالله وبرسوله وبالمسلمين ولكنها لم تذهب عنهم فهي لصيقة بهم والعياذ بالله وهي صفاتهم وهذا وصفهم في كل وقت وفي كل زمان كل زمان فيه منافقون ورث أهل هؤلاء فليحذر المسلمون من هؤلاء المنافقين كما حذر الله منهم في كتابه الكريم فالقضية ليست انتهت وإنما هي مستمرة ما بقي المنافقون على وجه الأرض نعم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه نعم وهذا فيه أن المسلم لا يلتفت إلى المنافق لا يلتفت بوجهه إلى المنافق ولا يعذره بل إنه يتلو القرآن الذي نزل فيهم ليحذر الناس منهم ومن شرهم والنفاق لم ينتهي بل هو باق ما بقي الإيمان ولا يزال الإيمان موجودا إلى أن تقوم الساعة نعم قال الشارح رحمه الله قوله باب من هزل بشيء الشارح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارح كتاب التوحيد نعم قال الشارح رحمه الله قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر نعم باب قول الله يعني ما حكمه أنه قد كفر قد كفرتم بعد إيمانكم حكم الله على قائل هذه المقالة أنه كفر بعد إيمانه فدل على أنه كان مؤمنا ثم كفر لما قال هذه المقالة فلا يتساهل الإنسان في الكلام ويظن أنه يذهب سدن بل هو يسجل عليه حفظة كرام بررة يكتبون ما يقوله العباد من خير أو شر سجلونه عليهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني من الملائكة نعم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القراضي وغيره قالوا القراضي نسبة إلى بني قريضة وبني قريضة جماعة من اليهود ولكن هذا برأه الله منهم نعم عن محمد بن كعبن القراضي وغيره قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا إنكار المنكر كون هذا الصحابي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من إنكار المنكر وليس هو من النميمة وإنما هو من إنكار المنكر الذي سمعه نعم فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته لأنه كان في شفر في غزوة تبوك نعم فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم وهو هذا الغلام نعم وهو هذا الغلام الذي بلغ عنهم لأنه أنكر المنكر نعم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فدل هذا على أن الطائفة قد تطلق على الواحد الواحد يسمى طائفة نعم كما تطلق على أكثر من الواحد نعم وإن رجليه ليتسفعان الحجارة نعم الحجارة التي تثيرها أقدام الإبل كانت تضرب رجلي هذا المنافق نعم وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا عدم التبسط مع المنافقين وعدم الإقبال عليهم إذا حدثوا نعم وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسعة هي الخيط الذي يكون من الرحل الخيط الذي يكون من الرحل فهذا المنافق تعلق بهذا الخيط المتدل من رحل ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يسمع الرسول كلامه ولكن الرسول لم يلتفت إليه ولم يزده على أن تلى عليه القرآن الكريم الذي نزل فيه نعم وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا إنكار المنكر على من سمعه إنكار المنكر على من سمعه وأنه لا يجوز السكوت عن مثل هذا نعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن تصديقا لهذا الغلام نعم قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإعترف أنه يخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بهذه المقالة دل على أن الكلام الكفري يكون كفرا كلام الكفري يكون كفرا وإن كان قائله يزعم أنه لم يقصد معناه وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا وقال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد من بني عمر بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخشي بن حمير هذا تاب وقال قعد بإسمي واسم أبي قعد بإسمي واسم أبي مخشي بن حمير ولكنه ندم وتاب إلى الله عز وجل فكان من المقبولين يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين نعم المسلمون لا يبالون بالكفار وقوتهم ومكانتهم عند الناس لأنهم واثقون بما هم عليه من الإيمان بالله عز وجل الذي لا يعدله شيء وما دام الإنسان واثقا بما هو عليه من الحق فلا يهمه بعد ذلك حديث الناس وكلام الناس نعم فقال مخشي بن حمير والله لو ددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذا هذا الصحابي حدث السن تاب إلى الله من هذا ولم يقره لم يقره أصلا فأنكره وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأثنى الله جل وعلا عليه بقوله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فهذا الغلام أثنى الله عليه وسماه طائفة فدل عنا أن اسم الطائفة يطلق على الشخص الواحد نعم فإن نعف عن طائفة منكم يعني مخشي بن حمير وكان يقول قعد بإسمي واسم أبي لأن مخشي هذا كلام يعني لي غضاضة ابن حمير تصغير حمار نعم يقول قعد بإسمي واسم أبي يعني أنزلني منزلة رديئة وليس كذلك رضي الله عنه بل إن الله تاب عليه وأثنى عليه إن نعف عن طائفة منكم هو هذا الرجل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين هذا رجل أطلق عليه أنه طائفة لقوة ما جاء به نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن حمير شوف اعترف اعترف بأنهم يخوضون ويلعبون نعم فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بإسمي واسم أبي أي مخشي ابن حمير يقول أن هذا أخرني هذا الاسم نعم وفي الواقع أنه قدمه هذا الاسم عند الله نعم فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة هو مخشي بن حمير نعم فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي رضي الله عنه نعم فسمي عبد الرحمن وفيه هذا تغيير الاسم إذا كان فيه كراهة نعم وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر الله أكبر الله أعلم حملته الملائكة نعم وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب اللهم فاجع الوفاة قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره الله أعلم أنه حملته الملائكة نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين